الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم فالمؤمنون إخوة لا يجوز لهم أن يتباغضوا ولا أن يتحاسدوا ولا أن يتخاصموا فيما بينهم مرحبا بكم مشاهدين الكرام وتحية طيبة مباركة في هذه الحلقة من برنامج محيا رمضان في اليوم الثالث عشر من أيام الشهر الفضيل المصدر dumb اشتركوا في القناة شهر كريم إن شاء الله ربي يحييكم بامثاله رمزان عيق حتب وصن مبارك وصن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا هذان الحديثان الحديث الأول رواهما الشيخان البخاري ومسلم والحديث الثاني رواهه الإمام مسلم رضي الله عنه إذن الصلح والإصلاح مشاهدين بين الناس فضيلتان عظيمتان في الإسلام وشهر رمضان الكريم من المواسم التي يلتمس فيها المؤمن أبواب الخير حتى يفوز برضى الله تعالى والصلح والإصلاح بين الناس من أوسع تلك الأبواب حول هذا الموضوع تدور حلقة اليوم وهي حلقة جزائرية بامتياز فضيفانا من بلد المليون شهيد من الجزائر الحبيب مرحبا بهم بداية الأستاذ الدكتور سعيد بو يزري الأستاذ الشريعة والقانون بكليات الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري في الجزائر وكذلك نرحب بضيفنا القارئ الجزائري فضيلة الشيخ وليد محساس مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير أهلا نوصح وشكر الله لكم قبولكم دعوتنا أهلا نوصح الله ينفكرنا على الدعوة وبركة الله فيكم أياكم الله لنبدأ هذه الليلة المباركة بقراءة من القرآن الكريم بصوت فضيلة الشيخ وليد محساس فتفضل الميكروفون واستفتح لنا هذه الليلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطه إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم الله فيك وجزاك الله خيرا شيخ وليد بالمناسبة أهل المغرب العربي يقرؤون برواية ورش عن نافع على رغم أننا ورش مصري وأهل مصر يقرؤون برواية حفص عن عصر عثمان بن سعيد ورش بارك الله فيكم دكتور سعيد يعني الآيات التي تلاها لنا فضيل الشيخ وليد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ننطلق منها في التفريق بين هذه المصطلحات الصلح والإصلاح فما الذي نقوله في هذا السياق؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشر المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله ربنا جل جلاله هو الذي خلق الخلق وقد سبق في علمه أن النزاع يقع بين الناس فمن خصائص الحياة ومن خصائص أهل الدنيا التنازع والاختلاف والتباين في الذهنيات في الأفكار في المصالح لذلك أرشدنا الله عز وجل وهو أعلم بنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إلى الصلح وإلى الإصلاح إلى الصلح عند وقوع التنازع إلى الصلح عند وقوع التنازع مهما كانت طبيعتها قد يكون هذا النزاع مدنيا قد يكون استثماريا تجاريا ماليا قد يكون عقاريا قد يكون أسريا قد يكون اجتماعيا مهما كانت طبيعة النزاع أرشدنا الله عز وجل إلى إنهاء النزاع بطريقة ودية فكما قال قرأ الشيخ الفاضل الشيخ وليد من سورة الحجرات إلى غاية الآية العاشرة التي تأمورنا بالإصلاح وإصلاح ذات البين ذاك قال الله عز وجل في سورة النساء في الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون إلا بشروط الشرط الأول حتى يحكموك فيما شجر بينهم وهذه الآية لم تحدد نوعا معينا بذاته مهما كان طبيعة الشجار أو طبيعة النزاع الشرط الأول حتى يحكموك فيما شجر بينهم الشرط الثاني ثم لا يجد في أنفسهم حرجا من ما قضيت هذا يمكن أن نطلق عليه اصطلاح الرضا النفسي القبول النفسي لنتائج الصلح والشرط الثالث ويسلم تسليم هذا يمكن أن نسميه التسليم الظاهري أي تطبيق مقتضى الصلح وقبول نتائج الصلح بلا إشكال في التنفيذ والإصلاح يمكن أن يكون إصلاحا طربويا حينما تهتز منظومة القيم على مستوى الفرد على مستوى الأسرة على مستوى المجتمع في الحياة الاقتصادية في جميع المجالات فإذا اهتزت منظومة القيم وطالها الفساد نستدعي الإصلاح فيأتي طرف ثالث شخص آخر وسيط يتدخل من أجل الإصلاح والإصلاح بالمناسبة من خصائص الأنبياء من خصائص المرسلين لذلك ما تفرق عند النبيين والمرسلين اجتمع عند خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم فهناك نبي جاء بالإصلاح العقدي الإيماني والثاني الإصلاح في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الاخلاقي إلى غير ذلك وجاء النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وبه قد اكتمل الدين كما نقرأ في سورة المائدة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشاهم وخشاهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا إذن فهذا الإصلاح قد يهتم بالجانب الطربوي إصلاح ما فسد طربويا أو ما إصلاح ما فسد اجتماعيا على مستوى النسيج الاجتماعي على مستوى العلاقات الأسرية أو الاجتماعية أو ما فسد في المجال الاقتصادي في جميع المجالات وتتكامل هذه المصطلحات الإصلاح والصلح كل يؤدي دوره فتتشكل بينهما على قد تتكامل للتفاضل ما شاء الله دكتور شيخ وليد يعني أحضرني هنا لحضرتك فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير حضرتك كنت تأم المسلمين في صلاة ترويح في رمضان أعتقد العام الماضي أو قبله وجاءت قطة فاستأنست بك دعني أستخدم هذا الوصف وصعدت على يدك وكتفك وكتفك وأنت تعملت معها بحنو يعني حركت يدك عليها لم تزعجك ووصلت قراءتك ما شاء الله تعالى وأتممت صلاتك ولم يكن هناك أي مشكلة أنا لن أقف مع الفيديو لكن أقف مع ردود الفعل عن هذا الفيديو كيف وصلتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد أنت الإله الواحد المتفرد أبواب خلقك أوصدت أو غلقت ورأيت بابك واسع لا يوصد وأصلي وأسلم على النعمة المهدات والرحمة المصدات محمد سيد السادات ومكرمة المكرمات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سال على نهجهم وتقفى آثارهم إلى يوم الديني أما بعد فبادئ ذي بدء أنا سعيد جدا بالحضور بين إخواني في هذه البلاد الطيبة المباركة في أرض الخير وأرض البركة ومع شيخ الفاضل الدكتور سعيد وهو معروف بالإصلاح في الجزائر إن شاء الله ومعك الأستاذ الفاضل أستاذ عصام جزاكم الله خير أحفظكم طبعا ونحن نتكلم في موضوع الإصلاح طبعا الإصلاح لغة من الفعل صالحة أصلحة يصلح أي هو ضد مادة الفساد والفساد تغير الشيء عن ماهيته وعن قيمه والإصلاح هو مهمة الأنبياء والمرسلين وقد لخص ذلك خطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام شعيب إذ قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بله فحصر رسالته كلها في الإصلاح قال إن أريد إلا الإصلاح فاستعمل أدوات الحصر والقصر والاستثناء فاستثناء كل شيء عن رسالته وحصره وقصره في الإصلاح والإصلاح هذا قد يكون من الأنبياء ومن أتباعهم ويكون من الدعاة ومن المصلحين حتى تقوم الساعة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المصلحين وكان بعده الصحابة رضوان الله عليهم الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم لا خير في كثير من نجواهم إلا ما نمر بمعروف أو صدقة أو صلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجر عظيم صورة النساء طبعا نرجع إلى ردود فعل الناس ولا سيما غير المسلمين الذين تغيرت نظرتهم تغيرت نظرت الكثير منهم إلى الإسلام وإلى المسلمين بعد أن كانوا يروننا قوم عنف وكانوا يروننا قوم ربما تخريب أو قوم إرهاب فرأوا تلك اللقطة التي هي غيظ من فيض المسلم كل المسلمين الأصل أن يكونوا هكذا في التعامل مع الإنسان في التعامل مع الحيوان في التعامل مع المسلم في التعامل مع غير المسلم نحن نريهم أخلاقنا في التعامل مع كل المخلوقات وهم للأسف كانوا يزيفون القيم وكانوا يصدرون لنا قيما إنسانية راقية ولكن ما رأيناه في تعاملاتهم الأخيرة مع إخواننا في فلسطين غير لنا نظرتنا وبين لنا حقيقة ذلك المجتمع وبأن تلك القيم التي تدعي الإصلاح وبأن تلك القيم التي تدعي الرقي ما هي إلا كلمات ومبادئ تصدر لكن المسلم كما ذكرت سواء في تلك اللقطة أو في المواقف الإنسانية التي رأيناها في مختلف الأماكن في العالم الإسلامي بيّنت حقيقة المسلم وتبين حقيقة المسلم التي تلك هي مبادئه في إصلاح هذه الأرض من أعظم مبادئ إصلاح الأرض الرفق النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالرفق والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه يعني إلا أفسده والإفساد ضد الإصلاح والإصلاح يكون بالرفق بالكلمة الطيبة كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة وقال لنا وهو يوصينا والكلمة الطيبة صدقة ومبدأ أو بداية الإصلاح هي الكلمة الطيبة إذن فنحن كمسلمين يجب علينا أن نتقمص وأن نتلبس بتلك الأخلاق الطيبة والراقية حتى نظهر ديننا في أبهى حلة له وحتى نصلح ما فسد في جوارنا وفي العالم بأسل نستأذنك في تلاوة أخرى نعم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولونا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو خرجوه من ديارهم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لذنا أجرا عظيما ولهديناهم صراقا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشوذاء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم دكتور سعيد إذن نحن أمام مصطلحات الصلح والإصلاح الصلح قد يكون بمبادرة من أحد المتخاصمين أو من كليهما أما الإصلاح فيستدعي دخول وسيط بين المتخاصمين فإذا ما تحدثنا عن الصلح أولى بالمؤمن أن يصطلح بداية مع الله سبحانه وتعالى ومن ثم يصطلح مع عباد الله لو تضئ لنا على هذه النقطة دكتور الصلح والتصالح مع الله جل جلاله هو الخطوة الأولى والقاعدة الأساس التي تؤهل الإنسان لقبول الصلح في أي مجال من المجالات الذي لا يعترف بالله جل جلاله خالقاً رازقاً لا شك أن في حياته خلل وهو لا يملك إلا حياة واحدة إذا أحسن استثمارها كان من الفائزين من الناجين في حياة الخلد لأن الحياة الدنيوية حياة الدنيا لأن الحياة الدنيا هي قصيرة ولو طالت بل هي أقصر من أن نقصرها ولكن حياة الخلود هي في الآخرة في دار القرار إذلك حينما قال ربنا في صورة البقرة بعد آية الكرسي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هكذا الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله وكأن هذه الآية تترجم معنى قولنا لا إله إلا الله لا إله إثبات نفي إلا الله إثبات لا إله نفي تساوي فمن يكفر بالطاغوت إلا الله إثبات تساوي ويؤمن بالله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقة لن في صام لها لذلك الإنسان يستثمر هذه الأيام المباركات في شهر رمضان الفضيل ليتصالح مع الله جل جلاله بالتوبة بالعودة إلى الصراط المستقيم وقد سمعنا لفضل الشيخ هو يقرأ من صورة النساء خاصة الآية 69 التي تشرح لنا آية في صورة الفاتحة ونقرأها في كل ركعة يهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم جاء البيان القرآن في صورة النساء الآية 69 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لذلك المسلم الذكي الفطن هو الذي يتصلح مع الله عز وجل بالتوبة بالاستغفار بالتزام التوحيد بالتزام العبادات والطاعات والقربات بالتزام الأخلاق التي تجعله إنسانا سويا يتناغم وينسجم مع جميع الكائنات مع جميع الموجودات وبذلك يحقق سعادته في دار الدنيا تمهيدا للسعادة الأبدية في دار القرار بارك الله فيكم دكتور شيخ وليد الإصلاح بين الناس كقيمة مجتمعية واجتماعية وأنت كإمام مسجد وبالتأكيد يعرض عليك البعض خصومة بينه وبين أخ له كيف ترى هذه الفضيلة وأهميتها في حياة أي مجتمع مسلم سواء في الجزائر أو في أي بلد عربي أو بلد مسلم أو حتى على مستوى حتى البلدان غير الإسلامية نعم أستاذ الفاضل الإصلاح بين الناس من أعظم الفضائل بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض أحاديثه لأن أسعى في الصلح أو في إصلاح ذات البين خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا أربعين يوما تخيل هذه الفضيلة تخرج ربما في ساعتين أو ثلاث ساعات تصلح بين زوجين تصلح بين أخوين في مساء الميراث تصلح بين شركاء في مساء التجارية تعيد الصفو تعيد الوداد خير في تلك الساعتين أو ثلاث ساعات أو نصف يوم أو يوم خير من أن تعتكف في مسجد رسول الله أربعين يوما يعني للمشاهد أن يتخيل هذه القيمة العظمى عند الله تبارك وتعالى ولذلك كما ذكرت الآية السابقة في قوله تبارك وتعالى في صورة النساء دائما صورة النساء مليئة بكلمات الإصلاح الله تبارك تعالى في صورة النساء قال والصلح خير الله تبارك تعالى في صورة النساء قال وإن خفتم شقاق بينيما فبعثوا حكما من أهل وحكما من تهلها من يريد إصلاح نوفق الله بينهما وفي صورة النساء قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجرة بينهما فآيات الإصلاح كثيرة وآيات المواريث والمواريث من أكثر الأبور من أكثر أسباب الخلاف بارك الله فيك أستاذ ولذلك في هذه الآية قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجوهم لا خير في كثير من نجوهم هذا معنى في كثير من نجوهم كما قال الإمام بن كثير وابن جرير طبري في التفسير لا خير في كثير من مجالسهم النجوة هي المجالس قال لا خير في كثير من مجالسهم وندواتهم إلا منمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين إلا منمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نتي أجر عظيم نرجع إلى ما ذكرت من إمامتنا للناس عندنا في الجزائر وزارة شؤون دينية والأوقاف التي طبعا تهتم بكل جوانب الدينية والاجتماعية بالتعليم القرآن الكريم مسابقات القرآنية الدولية عندنا مجلس خاص مهيكل في وزارة شؤون دينية اسمه مجلس إصلاح ذات البين م شاء الله والأستاذ من أكبري وأقدم الأساتذة الذين دعوا لتأسيس هذا المجلس وهو من الساعين في الجزائر في هذا العمل المبارك عندنا مجلس في وزارة شؤون دينية اسمه مجلس إصلاح ذات البين قبل أن يصل الناس قبل أن يصل الناس إلى المحاكم وإلى الخلافات يأتون إلى الإمام في كل المساجد في الجزائر يأتون إلى الإمام ويجلس الإمام ويجلسهم في المسجد في قاعة خاصة يجلس الأطراف كلها ويذكرهم بالله تبارك وتعالى ويذكرهم رحمة الله ويذكرهم الرفق واللين ويذكرهم بالصف والوداد والمحبة إلى غير ذلك وفيفض ذلك المجلس بالإصلاح ولا يصل الناس إلى المحاكم إن شاء الله وهذه المجلس تعين حتى المحاكم ومجلس القضاء وتنقص عنهم ثقة للجلسات والقضايا نعم فهذا العمل ربما أحسن للإمام من إمامة الناس شهرا كاملا إن شاء الله إذا أصلح تخيل أنك تجمع أسره كما أن الشيطان أحب الأعمال إليه أن يفرق أسره أن يفرق بين زوجين ويجتم أولاد ويشردهم فكذلك الله تبارك وتعالى جعل أعظم الأعمال عنده أن تصلح ذات البين إن شاء الله فهذا العمل نحن ندعو إليه في كل بلداننا وحتى تصلح بين زوجين كافرين ليس شرطا أن تصلح فقط بين المسلمين وتصلح بين أخويك تصلح بين الناس تحاول أن تجمع الفرقاء وقد كانت للجزائر كما قلت هذه جلسة جزائرية كانت للجزائر كانت لها مواقف عظيمة في هذا المجال قد جمع الرئيس الجزائري الفرقاء الفلسطينيين في الجزائر قبل العام الماضي وحاول الإصلاح بينهم وإن شاء الله تكون نواة خير إذا اجتمع إخواننا تسهل عليهم القضية فهكذا المؤمن يكون مصلحا صالحا ومصلحا أينما كان كما قال العلماء المؤمن كالغيث أينما وقع نفع نفعه دائما يمشي معه نعم مبارك الله دكتور إذن السؤال الآن عن أصول الصلح الشرعية والشروط الواجب توفرها في المصلح والصلح له أصول في الشريعة الإسلامية نجدها في الوحيين في القرآن الكريم استمعنا إلى آيات الصلح وهي كثيرة والحمد لله في صورة النساء في صورة الأنثال الآية الأولى فاتقوا الله وأصلحوا وذات بينكم ونقرأ أيضا في السنة النبوية الشريفة في السنة القولية وفي السنة العاملية وفي السنة التقريرية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر في الحديث يخرجه الإمام أبو داود قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين إذن أرشدهم إلى هذا العمل الجليل كما قد تفضل أخي الشيخ وليد هو عمل جليل يا أخي عصام يقوم به الإنسان قد يكون رجلاً قد يكون مرأة قد يكون صغير أو كبير لهذا لا يهم المهم من يكون له استعداد وإيمان بنبل الرسالة هذا المناسبة هو الشرط الأساس الإيمان بنبل هذه الرسالة رسالة الصلح والإصلاح ونبينا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حينما وقع نزاع بين أهل قبا أخبر عليه الصلاة والسلام فهو إمام المصلحين وهو سيد المرسلين فقال للصحابة الذين أخبروه بهذا النزاع الذي قد وقع قال اذهبوا بنا نصلح بينهم إذن نستنبط من هذا الحديث جملة من الفوائد منها أنه بادر إلى الصلح في أول النزاع وهذه مسألة منهجية مهمة في التصدي لأي نزاع يقع المبادرة إلى الصلح في أول النزاع للنزاع يشبه النار حينما تشتعل هكذا ممكن بقليل من الماء يمكن أن نطفئها ولكن إذا اتسعت رقعتها يصعب إطفاؤها لذلك هذه مسألة مهمة فائدة مهمة الفائدة الثانية قال اذهبوا بنا إذن فهو يتقدمهم فهو إمام المرسلين وهو إمام المصلحين ثم في الحديث نفسه بيّن الهدف المقصد الأصلي قال نصلح بينهم إذن الهدف هو تحقيق هذا الصلح إذن نقرأ في العديد من الحديث النبوية الشريفة في صلح الحديبية نقرأ هذا الصلح الحديبية والحق مدرسة كبرى كيف النبي عليه الصلاة والسلام قدم تنازلات في بعض المسائل بالنظر إلى المآلات مما أصله علماؤنا منهم الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات وغيره من العلماء قالوا أن النظر في مآلات الأفعال مقصود ومعتبر شرعاً إذن هو رجح المصالح المستقبلية الدائمة على المصالح الآنية العارضة هذا الذي أدى به إلى أن قدم تنازلات تحقيقاً لتلك الهدنة لذلك الصلح الذي استثمره النبي عليه الصلاة والسلام في بناء الركائز في بناء في زرع قيم الإسلام وقيم الأخلاق وفي إعطاء البعد العالمي لرسالة الإسلام من خلال مراسلاته المعروفة إلى زعاماء العالم في ذلك الوقت أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين إلى آخره فنستنبط من صلح الحديبية جملة من النتائج والثمارات منها هذه ومنها أيضاً تقديم التنازلات في جميع الخصومات التي تقع بين الناس في جميع مجالات الحياة لابد أن يتنازل الجميع عن بعض حقوقهم تحقيقاً لذلك الوئام وتحقيقاً لذلك الإنسجام بالمناسبة حتى في المواثيق الدولية والقوانين الموضوعية لدى الدول نجد تقريباً في معظم دول العالم قوانين ترشد إلى الصلح والإصلاح لأن الاتجاه العالمي الآن يسير نحو هذا الهدف نذكر مثلاً ندوة توكيو في 1983 دعت إلى ما يسمى بالانتقال من العدالة العقابية هكذا تسمى إلى العدالة الرضائية الإصلاحية التصالحية في ندوة توكيو في 1983 وكذلك في المؤتمر الدولي الذي نعقد تحت رعاية الأم المتحدة في سنة ألفين وفي ألفين وخمسة الأول في مدينة فيينا والثاني في مدينة أخرى أيضاً أوروبية كل هذه الندوات العالمية تدعو إلى الانتقال من العدالة العقابية إلى العدالة الرضائية التصالحية ونحن الآن في تركيا في تركيا في اسطنبول نقرأ في التاريخ مجلة الأحكام العدلية هذه المجلة هي تعتبر مدرسة نعم في مجال التقنين ومعتمدة على المذهب الحنفي بالمناسبة نعم فالمادة ألف وخمسمية ووثلاثين وما بعدها أشارت إلى تعريف الصلح في هذه المادة المذكورة ومما أكدت عليه أن الصلح ينهي النزاع ودياً ولا يتم إلا باقتران الإجاب مع القبول ثم تأتي أحكام أخرى مبثوثة في المواد التي تأتي بعد المادة ألف وخمسمية ووثلاثين ولكن هذا الصلح لا يتصدى له إلا من آمان به لذلك هذا الشرط الأول والأساس الشرط الأول أن يؤمن بنبل الرسالة أن يؤمن المصلح أو المصلحة بأن الصلح رسالة نبيل الشرط الثاني الاستعداد للتضحية بالجهد بالوقت بالمال بكل شيء لأن المصلح يحتاج إلى وقت طويل حسب طبيعة النزاع كما قال فضلية الشيخ وليد هناك بعض المنازعات ربما تستغرقوا لحظات دقائق أو ساعات أو أيام ولكن هناك بعض المنازعات تحتاج إلى وقت طويل وتحتاج إلى جهد طويل وتحتاج إلى شرط آخر وهو فهم طبيعة القضية المعروضة تحتاج إلى العلم المناسب للقضية المعروضة وكذلك يحتاج هذا الإنسان المصلح إلى النفس الطويل وإلى الصبر الجميل وإلى الاستمرار في عملية الصلح وكذلك مثال أخرى مهمة متابعة آثار الصلح وهنا دكتور اسمح لي أن أسأل من خلال قول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أسأل هنا عن تداعيات استمرار النزاعات والخصومة بين المسلمين والعكس ثمار تحقيق الصلح بين المسلمين التنازع يؤدي إلى الدمار على المستوى الفردي على مستوى الأسرة على مستوى المجتمع ويؤدي إلى تشتيت القوة ويؤدي إلى تفتيت الوحدة ولكن الصلح والتصالح وحدة قوة الآن إخواننا في غزة وفلسطين يعيشون مأساة بشرية حالة دمار شامل جريمة إنسانية بجريمة إبادة يعني من قبل الصهاينة الأمة ضيعت نسأل الله أن تنتبه أمة الإسلام إلى عنصر الوحدة إلى التصالح والوحدة من أجل دعم هذه القضية المركزية نسأل الله لإخواننا الموتى هناك الشهادة نسأل الله يتقبلهم من الشهادة ولهم الرحمة ونسأل الله الشفاء لجميع المرضى وجميع الجرحى وكذلك الصبر والثبات للمجاهدين والمجاهدات والنصر وما النصر إلا من عند الله بارك الله فيكم دكتور في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتك جزيلا أستاذ الشريعة والقانون في جامعة مولود معمري في الجزائر الدكتور سعيد بو يزري شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور كذلك أشكر فضيلة الشيخ وليد مهساس الإمام والقارئ وسنختم مع قراءة لحضرتك في آخر دقيقتين لنا ولكن قبلا أشكر مشاهدين الكرام أيضا على حسن المتابعة وغدا بإذن الله حلقة جديدة ودمتم في أمان الله تفضل شيخ وليد الصلح في القرآن الكريم ذكر الصلح بمشتقاته أكثر من 189 مرة في القرآن الكريم وهذا لأهميته العظمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر